بسكوة ربعات تمام بالتحريث الجديد يا أعزائي المشاهدين ما نشرت حلقة أسرار مرعبة في بوب جوبايل والعالم قالت اوه إذن هذا التحريث ما بي أشياء مرعبة معقولة معقولة تصدق أنه ايفر ما يجيب لك أسرار مرعبة بالتحريث الجديد وصلت برحلة يا أخوان حسيت روحي ما داحتش عن بوب جوبايل داحتش عن بالك على لعبة رعب لأنه أكو أسرار مرعبة ومخيفة وإشاعات تخليك تقول هاي لعبة رعب مو لعبة قتال فاليوم يا أخوان رجعنا بحلقة جديدة المسلسلة تكون مفضلة أسرار مرعبة في لعبة بوب جوبايل هل هاي الإشاعات اللي راح يشوفها اليوم حقيقية؟ هل بوب جوبايل اللعبة مخيفة؟ هل أنا كذاب؟ مادر صراحة وصلت مرحلة حتى مرحلة حس نفسي كذاب أصلاً كل العالم تقول ايفر كذاب ايفر قاعد يكذاب وصلت مرحلة يسوحولي ايفر تشذاب أنا كحلية من اليوم اطلع به المهرج القاتل واني قيمت اخاف من هاي اللعبة يعني مستحيل انه يجي مكان أعلى من هذا المكان هذا المكان جداً صعب تصعد لي تقدر تنزل به من براشوت بس صعب تصعد لي واحدة من الأسرار المرعبة وهذا التحريث يقولك انه تقدر تصعد لهذا المكان كلين نحتاجها يا عزائي المشاهدين يعني متأكد من هذا السر المرعب ونتأكد انه هل هاي إشاعة لو شي حقيقي نحتاج سلاح المي الجديد يا عزائي المشاهدين فالراح نسوي يا شباب انه نروح ننزل لهاي المنطقة حتى نجيب سلاح المي وبعدها الروح الملتة والروح نحاول نصعد فوق أعلى مكان بلعبة موجوبات كلها منطقياً يا اخوان اكتبوا التعليقات انه اذا اكو أعلى من هذا المكان مستحيل اكو أعلى من هذا المكان جربت يا اخوان كل انواع الخدع والأسرار رح تصعد فوق هذا المكان اذا هالمرة صدق قدرنا نصعد مناتاكو شي مخيف رح ننزل شاب ونحاول ناخذ سلاح المي اذا توقعون يا اخوان ان حرفين رح نقدر نصعد فوق خلوا لايك واشتركوا بالقناة بسم الله الرحمن الرحيم اوكي كل انتاج سلاح المي اريد سلاح مي عسري عسري اسلاح مي لقينا لقينا هذا هو هذا هو خلاص راح انطلق من هسي يعني شبه صراحة اذا صار هذا الكلتش انا حقوم اخاف كل شواهي لانه بطول مسيرتي بلعت بوب جوبالي اخوان انا احاول اصعد فوق هذا المكان ونهائياً مقدرت نزلوا اسلحة طيران اقوى من هذي نزلوا الكلتشات اقوى من هالكلتشات بالنهاية اسلاح مي والاسلاح الاصعد بي اقوى غير بالموضوع طبعا اليوم يا اخوان بهاي الحلقة راح نستكشف الجزيرة الاول مرة بهذا التحديث الجزيرة اللي اخر مرتي اللي راح نالها صار ويانا الشي كلش غريب هذا هو اعلى مكان بلعبت بوب جوبال هذا هو حرفين اعلى مكان بلعبت بجوبال كلها مستحيل مستحيل اكون اعلى اوكي والله ما يعني مستحيل مستحيل شون راح نحاول راح نحاول لشي عا تقول يا عزي المشاهدين ان اول شي لازم نسوي تصعد فوق هذا البرج الزغير هذا البرج الزغير اللي هو انت تشوفه في شي عادي هذا حرفين طولة ربع طولة اطول ما كان بالحياة اوكي راح نحاول نصعد بسم الله الرحمن الرحيم نصعد بنيها جهة من هاي الجهة احسن هاتوا احسن احسن ساعدت راح تكون سهلة خلنا نجرب بالله اوكي لا الامور طيبة اوكي اوكي لا لا حلوين حلوين نصعد الناكي نايس 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 يعوذ بالله لازم يا اخوان نروح نصعد الناكي وبعدها ناكي وبعدها ناكي والله صافة صعبة روح انطلقها بالفير حلوين الامور طيبة الحدس الامور طيبة بس نحاول نصعد الناكي اخوان وعادة من لشي المهمة الصعبة اوكي لا لا خلاصنا من المهمة السهلة صراحة بقت عندنا انه نصعد بقت مستحيل لي اخوان حتى اكون واضح ان هذا الاسلاح اقدر استخدمه مرتيا وراها يقوم عب الوقت بلازم نسوي قليتش وننصب على اللعبة بطريقة ما حسنا نروح نضرب الثانية ونصعد وننتظر انا اتوارطت اخوان انا اتوارطت اخوان لا لا بجيت اشوك ان الموضوع شوي بي كده خلنا نحاول مرة ثانية 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 لهذا السبب يا اخوان اقول لكم هذا الشي مستحيل على شي جدا صعب بوم بوم وسوي هي شي حلوي هل يا اخوان راح اقدر اصعد فوق الاول مرة بحياتي مو انزل البراجوت لا 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 لازروا لوتي هل راح اكون اول واحد يقدر يصعد فوق هذا المكان اذا سويتها راح يكون شي اي ستوري روح ثانية انتظر ثابتة بيها مجال انه اصعد فوق على مكان بالحياة بيها مجال انه اصعد فوق على مكان بالحياة لا 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 انا سابتت خوفني انا سابتت شوي 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 افتجاني هذا الكلتش نسوي وراح يصدمني بس سر المرعب البعض يا اخوان راح يصدم اكثر نهائيا اوكي غلطت يا اخوان غلطت صرخ طعص صرخ طعص اوكي اخوان المحاولة رقم مليون بسم الله انطير ننطلق نضرب وحدة انطير اذا صارت ما عرفش اقول بسم الله لا يا اخي اذا ما صارتوا ما قدرنا نصعد فوق ذاكي البرج منتها الاشاعة كذبوا مو حقيقية روح ثاني اصبر حس اللحتم افض اللحتم روح اخيرة ها رسميا يا اخوان انا فوق على مكان ابو بطريبان كل هي بدون استخدام ولا قليتش بدون ما انزل البراشوت الموضوع يخوف ماكو يا اخوه ماكو يعني مكان عاعل من هذا المكان عرفت الشيء جدا صعب انه مكان عاعل من هذا المكان ماذا صدق ماذا صدق مستحيش يو اكو اعوذ بالله منك تشبيك وياه اليوم الله اكبر هذا قصفوح يا اخوان ما اكو مكان اعلى من هذا المكان يا اخوان خلاص انتهي الموضوع خلاص هذا واني فيزيت ومع السلامة والمكان ما اكو اعلى مني والدرجة تدلو شنو بس باعدا قموزيت تجي قد حطول يلا ينزلني البراشوت تخيلو تخيلو كل هذا الوقت وانا حالي نزل البراشوت تخيلو شقد المكان عالي لعت بس السر البعد اذا حقيقي الموضوع صديقي خوف شايفين يا اخوان الغرفة اللي بيها اللوت الناري اللي تلقي بيها اوم تلقي حباشكلات بس لازم تلقي مفتاحة تقدر تطبلها يا حاسس المشاهد اكو سر مروح بي يقولك تقدر تدخل هاي الغرفة بدون مفتاح اشلون ما اعمس ان نحتاج يا اخوان على المدينة نسوى هذا القليش ننزل المدينة المائية نعم يا اخوان ومكان الغرفة رح يكون بالضبط هناني هذا هو بالضبط مكان الغرفة السرية يا اخوان وهنا راح نسوي قليش انه نتنقل تحت الكرة الارضية من ناني لهناني الشون لاتس اني وشانك اتبوه بجوبال اذا كشفتني يا اخوان هتبلعني باند النحتاج يا اخوان انا منتأكد من هاي الاشياء المرعبة بس السلاح المي نفسه عارفين هوا السلاح المي مادري شنو السر ممنع يا اخوان ننزل ديش المنطقة لا 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 لازم بس لها المنطقة وبجوبال انا قاعد اتخوفني هوا يا صراحة والجزيرة اريد اروح استكشن فاسمينا خايف وزيرة يا اخوان شو تروح لو عنا متونس مستمتع ردا شيف شنو اكلوت هناك حس الا قم تروح انا خايف لانه ما اعرف اذا اكل لعب هناك لو لا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان لازم نبحث عن شغلتين يا اخوان اسلاح المي وهذا الحيوان الطائر اللي ما اعرف شنو اسمه يا اخوان اكتبوه لنسمه بالتعليقات اوكي خلنا نبدأ نسى ندور على اسلاح المي يا الله اوكي انا ما اكو اسلاح مي اريد سلاح مي كل شي ما اريد ما اريد اسلاحة رح الوجه الغرفة السرية حجي لقينا اسلاح المي يا شباب بقى بس نلقي الحيوان الطائر السابح المائي ما اعرف شنو اسمي يا اخوان اخوان يمكن ان شاء لو بتحييث جديد لان اكتشفوا اللي قليش ما ادرا الله اعلم بس الاحل اسم ما ادن نلقاه بدون حرفية ما نقدر نسوي شينا ايه مستحي نقدر نسوي شي بدونه ايه يا اتك لا اوكي لقيت 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 خالوا روحي الصداحي بسم الله تعالت تتتتت صار عندنا يا اخوان هناني اللي اللي ماعرفش اسمي راكزولي يا اخوان انا قليش الراح نسوي راح نروح لهاي البوابة ايه بوابة شي تسوي البوابة شل السالفي اذا هذا الاجليش صار انا ماعرفش اسمي صراحة راحنذاب واحدة، سوي ايشي ندوس نيف شباب شكله شايل ايلي ثواني شكله شايل ايلي ثواني الموضوع شكله شو على اكثر و الاقر اللازم نتعكد اوكفوك فريد سيارة اللازم نتعكد موضوع شكل dever شاعر النصب علينا يخوان بجوب추ين ليلا لايما بتخوف طلع تتظاهر ماذا لا بدى. بجوبве موتخوف اكوان ما رأينا في صراحة ش準 القليلا الخضировًا الغريب بس خلنا نجرب نسويه هذا البوابة اسوف buff justice اسوف نعمل قديرنا بها قليلا way راح نحن جرب للمره ثالثة ومضible كيف مربح يقه Schaupp إذا الإشاءة هاي صارت وقدرنا نلوت الغرفة بدون مفتاح السالفة تخوف سوء يا إخوان السالفة تخوف كل شيء أكوبوابا بعد جوة يا إخوان راح نجرب بها مرة ثانية يا إخوان راح نجرب هاي هميني أوكي بسم الله سوي خروج أي شل السالفة أي شل يا إخوان شل استكشفتها يا إخوان أنه الإشاءة هاي مو حقيقية ما أعرف إذا شات حقيقية ولعبت وجوها لستكشفتها وحفتها بس هذا هو الفيديو بباطن على إسه يا إخوان عدنا إنشاءة حقيقية وإنشاءة كذبية بس إجا الوقت المهم اللي نروح نستكشف به جزيرة يعني ما نتفقين أنه كل تحديث جديد نروح نستكشف الجزيرة والجزيرة إسه بها إشياء حلوة صراحة تسوى أنه واحد يروح يستكشفها بس السالفة تخوف أنه كل ما نروح نستكشف الجزيرة يطلع كلاعب إناك ما عرف ليش بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا للجزيرة يا إخوان صعدت القارب للآن ما ريد أرجع ولا ريد أطلع من هاي الجزيرة خلص أنا ريد أحصها هناني رح نبدأ اللوث كالمعتاد بالأماكن المعتادة أشياء عادية لا اللوت هالمرة سخيف صراحة لحد الآن اللوت سخيف ما أعتقدون راح يلقفلير صراحة خلو نكون صريحين أنا صعب أنه واحد يلقفلير هناني أوكي أول مكان لوته جدا تعب خير روح للمكان البعدي خسم بالله والله قلبي دايدوك يا إخوان خايف لا يطلع كلاعب هنا والله قلبي دايدوك قلبي دايدوك هذا ذكرت على مدى السنين يا إخوان شاءت تعجيل هاي جزيرة بدون ما يطلع لاعب في المرة قلبي دايدوك أوكي أمفور حلو سكو أربعات تمام ما أمفور أوكي قلبي دايدوك والله غيب تمس مع طلق يا إخوان أمفور حلو ايخوان ما 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 بعدني يا إخوان دا أستوعب أن أكو فليرقن هنا بعدني دا أستوعب فليرقن هنا بهاي الجزيرة المحلي جيبية وهو الماب كل يتبه بس الثماني فليرقن ووجود نواحد أنا أنا راح اسكت راح ازكتلي انه بصوت مرحل راح اتخبه راح يصير بياشي اذا زلم بوشولي اذا زلم بوشولي سرسرية لا تبع عليك